كثير من الاستراتيجيات يلي بتشوفها على شبكة الانترنت وجاني الاف الدولارات من 100 دولار هي فقط بيع وهم بهالفيديو رح احكي لك الواقع بهالفيديو رح قدم لك استراتيجية وتعليمات واضحة وواقعية لحتى تربح من حسابك الصغير خمس خطوات فقط رح تلتزم فيهم يلا ندخل على التفاصيل اهم قرار رح تاخده انت ببداية مشوارك بالتداول هو اختيار وسيط مالي موسوق وعمولته منخفضة واستحب والايداع فيه جدا سهل وما يكون فيه تلاعب شان هيك انا اخترت لك منصة اكسنس اذا حابب انت تستفاد من توصياتنا المجانية تقدر تسجل عن طريق رابط احالتنا يلي رح تشوفه بالوصف ورح تشوفه ايضا باول تعليق رابط منصة اكسنس تقدر تدخل فيه مجموعة التوصيات بشكل مجاني تماما اذا سجلت عن طريق رابط احالتنا توضع اسفل البريد الالكتروني واسفل كلمة سر رمز الشري يلي هو عبدو عبدو اذا كنت عبتحاول تنمي او تكبر حسابك الصغير اول شي رح تفكر فيه هو الرافعة المالية على امل انه توفر لك ربح كتير وبالفعل هي سلاح زو حدين لنفرض مثال اذا انت رأسما لك ميت دولار وكانت رافعتك واحد على خمسين يعني انت رح يكون عندك قدرة شرائية انك تدول بخمس تلاف دولار بهاي الميت دولار يلي معك وهذا رح يسمح لك انك تدول بصفر فاصلة صفر خمسة لوت زيادة المخاطر على حسابك نعم ممكن تربح لكن من الصعب الحفاظ على هذا الربح من الصعب البناء على حسابك الصغير حتى تعمله انت الرقم كبير تقدر تعتمد عليه بالمستقبل في الغالب يلي بيبدأوا بحسابات صغيرة ويلي بيزيدوا نسبة المخاطرة بالغالب حسابه بيتصفى سواء بعد يومين بعد اسبوع بعد اسبوعين في الغالب نهايته التصفية هل انصحك انا بالرافعة المالية قطعا لا انا هون لحتى شاركك كيف انا كبرت حسابي لصغير ببداية مشواري بالتداول اذا قررت تستعمل رافع عمالية تأكد انك تستعمل رافع عمالية محدودة جدا مناسبة لحجم حسابك النصائح هي مني بعد ما قدرت اني حول التداول لمصدر دخل اساسي واتخلى عن الوظيفة ما رح ادخل بصفقة الا اذا توفرت عندي خمس شروط خمس شروط حتى اقدر ادخل بصفقة اولا لازم حدد عندي اتجاه السوق اذا اتجاه السوق صاعد انا رح ابحس عن فرص شيراء واذا كان اتجاه السوق هابط انا رح ابحس عن فرص بيع اذا ما عرف تحدد الاتجاه بالتأكيد ما رح ادخل صفقة ورح انتظر الشرط الثاني لازم يكون في محفز للصفقة يعني اي سبب يأكد لي انه هاي الصفقة مناسبة اي سبب يخبرني انه لازم ادخل هاي الصفقة يعني سواء نمط على الشموع انت اعتمدت عليه او نمط على الشرط اعتمدت عليه انت او اذا انت بتستعمل بعض مدارس التحليل يلي يخبرك انه هاي منطقة مفتاحية ممكن تدخل منها بصفقة او تدخل بالاعتماد على مستوى في بوناتشي او تدخل بالاعتماد على الموفينج افرج المهم لازم يكون عندي محفز لحتى ادخل بصفقة ثالثا وقف الخسارة لازم نحط انه وقف الخسارة قبل ما افتح صفقة سواء اذا ااخد بيع انا لازم يكون اعلى مقاومة معينة مقاومة واضحة عندي او اذا بدي ااخد شراء لازم يكون اسفل ايضا دعم محدد اذا ما واضحة عندي وين المقاومة وين الدعم انا من الافضل اني ما ادخل صفقة وانتظر رابعا جني الارباح لازم قبل ما ادخل الصفقة حط انا هدف لحتى يوصلوا هالسعر لازم اخرج انا من الصفقة ولازم اعرف ايمت بدي امن ارباحي ايمت بدي حط ستو بلوز على دخولي ايمت بدي اجني نص ارباح الصفقة وخلي النص التاني ستو بلوز على الدخول المهم لازم اوضع هاي الخطة قبل ما افتح صفقة ما بينفع افتح صفقة عشوائية خامسا reward ratio يعني مستوى للمخاطرة يعني اذا صفقة انا فاتحها وإستو بلوز عندي مثلا خسارة اربعين دولار لازم يكون هدفي لما افتح هاي الصفقة يكون عندي هدف ربح اثمينين دولار يعني هيك المخاطرة reward ratio اثنين الواحد واذا كانت ثلاثي الواحد هدفي عندي انا محفز قوي حتى ادخل الصفقة لكن اذا كان الهدف خمسين دولار ربح واذا كان وقف الخسارة خمسين دولار ربح بالتالي انا ما عندي محفز بحسب أنا وبعمل دراسة قبل ما أدخل هاي الصفقة نهما كان حسابك صغير لا تغامر بأكتر من 2% بحسابك 2% بحسابك أنت حالياً عبتشوفها مبلغ صغير لكن مع الوقت لما يكبر حسابك رح تكون 2% أكبر ورح يكون أيضاً ربحك بالصفقة أكبر تنمية الحسابات ما بيصير بسرعة لازم تتبع هاي الخطوات حتى تقدر تكبر حسابك وتقدر تستمر بمشوار التداول الأمر شبيه بحمل الأوزان حمل الأوزان بيصير بشكل تدريجي لحتى تزيد قدرتك على التحمل ويزيد قدرتك على رفع أوزان أكبر لما أنت تخاطر بـ 50 دولار هذا المبلغ أنت مقتنع أنك أنت هاي قدرتك لحتى تتحمل هاي الخسارة لكن ممكن شخص يغامر بـ 1000 دولار بحسب رأسماله يكون قادر على تحمل هاي الخسارة وما تأثر عليه أنت ممكن الـ 1000 دولار تخصرك وتبعدك عن التداول وممكن تدخلك بمشاكل مالية لازم تعرف مدى المخاطر اللي بتقدر أنت تخاطر فيها وتلتزم فيها هيك وصل النهاية الفيديو إذا حابب تحصل على توصية مجانية تنضم لفريق استثمر عقلك أكتر من أربع محللين بنزهوا صفقات عليه المجموعة والعائد الشهري الحمد لله بأرباح إذا حابب من رابط منصة إكسنس رح تشوفه بالوصف إلى اللقاء